موسيقى السلام عليكم أخوتي إن شاء الله كامل لتكونوا بخير جئت في الفيديو هذا لكي نحكي عن موضوع بثاف مهم حكيت عنه ديجا ودرت واحد الفيديو عليه الكارثة هذه اللي سرعت يعني في عنابة بين القسنطينية والعنانبة المهمة تخلطت من أجل واش؟ من أجل جلد منفوخ من أجل كرة قدم يعني مباراة لنورمال مو الناس تفاجئ على روحها كشغل تنسى اللي ممتاحا بها حنا المشجعين تعنا لا لا حنا المشجعين تعنا كشغل راهم يحاربوا راهم يجاهدوا وفي الفيديو السابق وجهنا نداء للسلطات المعنية يعني اللي عندها كل الصلاحيات باللي لازم تدخل لأنه الأمر هذا ما كانش كيفاش نسكتوا عليه من الأخر لأنه يدير عداوة كبيرة بالبزاف بين الولايات تصوروا أنه واحد مثلا من قسنطينة يروح العنابة يعيش يبدل فيلماتر يكيل ويموضيفي فيه ولا واحد من عناب يروح لقسنطينة ولا أي ولاية أخرى نحكيه على كل الولايات اليوم راح نحكي على 58 ولاية المهم أنتم أخوتي الجزائرين الحاجة اللي عليكم تديروها أنكم تخليوا اللايك بش الفيديو هذا يوصل للجميع وماذا بي يوصل حتى للمناصرين تاع الفرق تاع الدوري المنحرف نهار الجمهوري يتسقم يولي مريقل ويتبع كرة قدم منظيفة وميطيحش لللاعبين واللاعبين يولي ويمدوش عليهم يعني في الملعب قد قد وميديروش حركات صيبيانية ثم نولي ونقولو بلي بطولة محترفة فماذا بيكم كامل خليوا اللايكات المهم ندخلو للموضوع تاعنا واللي هو العدالة الجزائرية والسلطات المختصة ووجهنا الهنيداء في الفيديو السابق تدخلت ومشي تدخلت بركوة إنما تدخلت بقوة شبعتهم سقالي شبعتهم سقالي أشباه المناصرين ليحبين ينشروا يعني التفرقة بين الجزائريين الواحد راه يدير كلش في هذه القناة من أجل أنه يجمع بين الجزائريين من أجل أنه ينحي هذه الجهوية وهذه تعقباي لي عربي وشاوي وكذا وكذا نحاوسوا نكونوا جزائريين وفاقط بش نبنيوا يعني مجتمع مليح وبعد يجيوا أشباه المناصرين باستخدام عقولهم الصغيرة جدا يفزدوا كل هذا الشيء المهم العدالة قالت لهم لم تمر الأحداث التي صاحبت مباراة الكأس بين اتحاد عنابة وشباب قسنطينا لحساب ثم نهاية كأس الجمهورية مرور الكرام على العدالة الجزائرية حيث أصدرت محكمة برحال بولاية عنابة ونوجه تحية لكل المسؤولين على هذه المحكمة مدام داروا قرار كما هذا نوجه لهم ألف تحية المهم وجهوا أحكاما قوية في حق المتسببين في تلك الصور المؤسفة التي من شأنها يعني المساس بالوحدة الوطنية والمشكل الكبير أنه كانت في صهرة رمضانية وين الشعب نرمال مو يكون زاهي يبدل شوية جوب مباراة كرة قدم لكن نحن الجمهور تعنا يقول لك لا لا الحرب الحرب فقد تم إلقاء القبر على ميو 42 شخص والتحقيقات ما تزال مستمرة يعني أي بنادم بان في الفيديو ولا أي بنادم تذكر اسمه في الفيديو ولا أي حاجة راهم يجي بدوك يجي بدوك لأن التحقيقات ما زالت مستمرة فيما أصدرت عقوبة السجن لخمس سنوات أي خمس سنين شفت؟ قلت هالك في الفيديو السابق راح تبكي عليك غري يمك راح تبكي عليك غري يمك ما يجيش لاعب في البطولة المنحرفة ليخلص الملاير يبكي عليك وما يجيش هذا اللاعب ليخلص الملاير يجيب لك القفة للحبس جيب هالك يمك المهم ضربوهم بخمس سنين في حق 14 شخص بالإضافة إلى حكم بسجن النافذ لثلاث سنوات في حق شحال يا خوتي 32 شخص وعام واحد نافذ في حق الشخص الذي نشر مقطع الفيديو وظهر فيه على موقع التيك توك فيما ينتظر 27 شخص يوم الأحد لسماع الأحكام في حقهم بمحكمة برحال و19 آخرون سيسمعون الأحكام تحن في محكمة الحجار بنفس اليوم الآن نقولو لكم حاجة وش ربحتو وش ربحتو ها ها يقولونا تراه وش ربحتو وفي الحاجة هذه العادلة الجزائرية شكرا ليك بالبزاف شكرا وماذا بيك تكثري من هذه الأمور لأنه هادو الناس ميفهموش بالعقالة الجمهور الجزائري تاع كل الفرق الجزائرية ميفهموش بالعقالة يفهمو بالعادلة برك وماذا بيكم يا المسؤولين ديروا كاميرات في كل الملاعب بتاع الوطن كل ملعب ديروا فيها آلاف الكاميرات باش أي واحد يكسر كاش كرسي يخسروا قسولو جيبو برك قسولو جيبو نصحقوها تدريقل يجيو شوية من ناس يحبوا يشوهوا سمعة عنابة ولا شوية من ناس يحبوا يشوهوا سمعة قسنطينا ولا كيف كيف شوية من ناس تالعاصمة يشوهوا سمعة العاصمة وهي رايحة ها حتشوهونا كامل الولاية الجزائرية وديرون لحسايف وهذا حقد على هذا وهذا يخلطها مع هذا على جلواش من أجل اللاعبين يخلصوا لملاير يا والله معلا بالهم بالشعب يا أقسموا باللهم على بالهم بواحد منكم يخلصوا الملاير يحطوا الدراهم في جيوبهم والسلام عليكم في باله زعمه كي يخسر يجيبها يبكي ما يبكيش ما يبكيش يا وانت لي تبكي يماك برك تبكي يماك بعد الأفعال اللي راك تدير فيها أفعال الصبيانية أفعال تعتمس خير ويا الأمن الجزائري منه الجاي ما يدخل حتى واحد بالفيميجان زيروا روحكم اخدموا خدمتكم راكم خالصين عليها كل واحد لازم يدير المهمة تاعه في الحاجة هذه وخمس سنين راهي قليلة يا العدلة الجزائرية لأنه ناس أمثال هذو لازم تضربهم بخمسة عشر سنة نورمال عادي يستاهلها لأنه البنادم هذا تصور منه كلش مدام مرحمش خوه المسلم في شهر رمضان وناس صايمة وعواشير عواشير وكذا فاستنى منه كلش هذو هما أصحاب الجرائم الكبيرة اللي تسمعوها تحكموا ريصانكم يا الجزائريين هذو هما أصحابها من أجل مباراية كرة قدم حابين يديروا التفريقة بين الجزائريين يا وحنا شعب واحد يا وحنا دولة وحدة ما يفرقنا حتى بنادم وجميع بنادم ينشر العنصرية ولكذا راني هنا ليه بالمرصاد صدقني غيرا نوصلك لي كل السلوطات نوصلك لي كل الشعب الجزائري نكره لك جد حياتك في الجزائر والوحدة تحها خط أحمر أنا ماذا بيا نروح لأي ولاية في الوطن تاعي منسمعش هذو حكاية هذا وجانا من هيك وهذا جاء منا وهذا جاء من لا لا ما نسحقش نسمحها كامل نسحقه كل جزائري يروح الولاية تعخوه يكون أنتيك فيها يحس روحه في بلاده من الأخر وثاني كينا حاجة كينا نقطة مهمة الترقيم ثم الترقيم الترقيم دار لنا وحد المشاكل نحيونا هذا الترقيم تعالى السيارات أقسمه بالله لأنه دار مشاكل تعالى الصح ديروا ترقيم موحد ترقيم فيها اسم الجزائر والسلام عليكم والسلام عليكم هذا ما كان ترقيم فيه اسم الجزائر وفيها لينيميروت سيري تاع الطونوبيل وخلاص تفضه نايا اه ليش حتى تزيدوا لها اه رقم الولاية وكذا بركة ونابلة مسخير الضرك لعفيس هذو كامل لازم يتنحاو ولعفيس هذو كامل لازم يتريقلاو اهو بعض الناس كمشا من الناس حابين يفزدوها بنا زوج ولايتين من اكثر الولايات لي فيهم سكان سبحان الله ومن اكثر الولايات لي ناس ملاح ورحت لقسنطينة ورحت لعنابة ورحت لعديد الولايات الجزائرية الشعب الجزائري كامل لبس به ما كانش هذيك تعوي لاية صعبة على ولاية والله كامل الشعب الجزائري ناس ملاح الا البعض هذو الحثالة هذو لي بالافعال تحم شوهوا يعني الولايات شوهوا بعض الولايات لازم يتحاسبوا كامل كما اكثر اكي عجبتني العدل الجزائرية وهذه رسالة نوجها من هذا المنبر لكل مواطن يعني مشجع ماشي مواطن لان المواطن يختلف عن المشجع المشجع هذا يقدر يرمي روحهم الباطمة نورمال على جال فارق تاعو وكم فهمين المهم هذي رسالة ليكم يالمشجعين بيش تعاودوا حساباتكم عاودوا حساباتكم مع روحكم مليح 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 وعاودوا حساباتكم يعني مع الناس مليح 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 وديروا في يبالكم باللي هذي مباراة كرة قدم فقط تغلط ولا تتحرك تحرك خارج مباراة كرة قدم الحبس يستنى فيك خمس سنين يستنى فيك وطلع الفوق وراك تبكي يماك برك إذا ما هماتكش نفسك لأنه على بل الأغلبية المشجعين والله ما تهموا نفسه وني قلت لكم يا أخوتي يهموه اللاعبين كثير من أنه يهموا نفسه عني نحكي على المشجعين هذوك المتعصيبين هذوك إذا ما كانتش هماتك نفسك خمن في يماك وخمن في والديك لأنه هما فقط لي رح يبكيوا عليك ومعا بيش نخدموا بلادنا ومعا بيش نديروا يعني اليد الوحدة في بلادنا ما نفرقوا بين حتى بنادم وبنادم لأنه إحنا كامل هنا جزائرين تحية الجزائر اليوم وغدوة تحية الجزائر اليوم وغدوة من الأخر كل ولاية هي ملك لكل الجزائرين السلام عليكم